عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم استعملنا في طاعتك واستخدمنا في إقامة شريعتك وأدرجنا في جندك الغالبين وحزبك المفلحين واجعلنا أهلا لحمل راية هذا الدين وألحقنا بالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام نعيش إن شاء الله تعالى في حلقاتنا هذه مع شهداء الإسلام أولئك الرجال أولئك الرجال الذين صدقوا ما عهدوا الله عليه أولئك الأحياء على الحقيقة فالحياة حياتهم والرجولة رجولتهم من المؤمنين رجال رجال صدقوا معهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله وما بدلوا تبديله شهداء الإسلام رجال ونساء رجال ونساء كتبوا بدمائهم بدمائهم وخلدوا بأرواحهم وجهادهم حياة تضرب بها الأمثال أراقوا دماءهم لوجه الله عز وجل حتى يعيش المسلمون من بعدهم خرجوا مضحين بأرواحهم خرجوا مضحين بأموالهم خرجوا مضحين بأنفسهم حتى ترفع راية الإسلام إنها دماء زكية وأرواح طاهرة ونفوس أبية على منوالها نسير إن شاء الله عز وجل ونرجو الله عز وجل أن يلحقنا بهم على خير شهداء الإسلام قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الأزمنة الماضية وأيام النبي صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي الأنور ومن بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة موكب الشهداء بدأ مع كلمة التوحيد التي جاء بها الأنبياء ولم ينتهي برسالة النبي صلى الله عليه وسلم الخاتمة بل ازداد الأمر قوة وازدادت المسألة اتضاحا نعم إنهم الشهداء الذين حملوا كلمة التوحيد ليبلغوها للعالمين تعالوا لننظر في أولئك الشهداء ونقف في كل حلقة مع فكرة أو لمحة مع شخصية من شخصيات الشهداء وقد لا يكونون من المشتهرين أما المشتهرون فقد طارت أسماؤهم وأنا أريد أن أركز غالبا على غير المشتهرين الذين كان لهم موقف واحد هذا الموقف صنعوا به حياة أقاموا به دينة رفعوا به راية وأريد من خلال هذه الحلقات وأنا أركز على أناس في موقف واحد من حياتهم وهو موقف استشهادهم أن أقول لك الحياة قد تكون موقفا واحدا ليس شرط الحياة أن تكون صاحب موقف متعددة قد يصنعك موقف واحد فيكتب لك به الخلود في جنات النعيم وتكتب لك به الحياة التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل الله صلى الله عليه وسلم وقد حصل عليها رحلة الشهادة والشهداء بدأت من قديم يعني خذوا عندكم على سبيل المثال ما شطت ما شطت بنت فرعون اللي كانت بتسرح لها شعرها دي حصل معها إيه آمنت واتبعت موسى عليه السلام ولم تعبد فرعون كما عبده غيره ولم تدن له بالذلة والامتهان كانت تسرح لبنت فرعون مرة من المرات فسقط المشط من يدها فقالت الماشطة بسم الله وإحنا متعودين لما يقع حاجة مننا بنقول إيه بسم الله حتى لو ولد صغيره بنقول اسم الله عليك فالماشطة وقع من يدها المشط فقالت بسم الله فقالت بنت فرعون أبي الله دا لهو أبويا فرعون ما هو بيعبد بقى بيقول لهم ما علمت لكم من إله غيري فقالت الماشطة لا ربي وربك ورب أبيك الله قالت أولك رب غير أبي قالت نعم ربي وربك ورب أبيك الله الذي خلقني وخلقك وخلق أباك الذي يدعي الألوهية الله عز وجل الذي يستحق العبادة سبحانه قالت سأخبر أبي قالت أخبري يعني هعمل فيه أي عنه سبحان الله ما هذه القوة ما شطة وعندها أولاد صغار وكبار وعندها طفل رضيع كانت ممكن تقول بلغة العصر اللي احنا فيه عندي كثير من الناس وليس عندي كل الناس كانت تقول لؤمة العيش أخاف على نفسي أطاط راسي أحافظ على مصدر رزقي لا رفضت ذلك تلاقولي لأبوك الذي يهب الحياة الله والذي يميت الله فإذا أراد الله أن أموت فسأموت وإذا أراد أن أحيا فسأحيا فذهبت الفتاة وأخبرت أباها قالت إن الماشطة وقع المشط من يدها فقالت كذا وكذا وكذا فاستدعاها فرعون قال ولك رب غيري قالت نعم شوف الشجاعة قوة الإيمان تخلي الإنسان ما يخافش احرص على الموت تهب لك الحياة المؤمن يعلم أن كل شيء بقدر الله عز وجل لو اجتمع من في الأرض جميعا من الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل لك ما نفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك لم يضروك رفعت الأقلام وجفت الصحب اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطائك لم يكن ليصيبك وحتفر من المدفين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ومن لم يمت بالسيف مات بضده ومن لم يمت في ساحة الجهاد مات على سريره مات بأي ميتة فلتكن الميتة ميتة شريفة فقالت ما شطت بنت فرعون لفرعون حين قال لها أولاك رب غيري قالت نعم بكل ثقة ثقة الإيمان ربي وربك الله فأمر فرعون ببقرة من نحاس يعني تشت كبير توضع فيه البقرة كاملة لتطبخ ووضع في تلك البقرة زيت حتى درجة غليان عالية وجاء بالماشطة الموحدة التي رفضت أن تعبد فرعون وجاء بأولادها قال إما أن تتركي ما أنت عليه من عبادة الله الواحد وإما أن أرمي أولادك واحدا وراء الآخر تلو الآخر في هذا الزيت المغلي ثم يرميها فأبت رفضت رغم أن الأمة عاطفتها نحو الأولاد قوية كممكن تقول أنا مش عشاني أنا علشان الأولاد كانت ممكن تسيب الدين تترك الدين علشان أولادها بحكم العاطفة اللي عند الأم لكن جاء بأكبر أولادها فألقاه أمام عينيها بمجرد ما يلقى في الزيت المغلي تتفتت عظامه ويذوب لحمه فتسترجع تصبر تعلم أن كل شيء بقدر الله وأن هذا لله عز وجل ثبات على الدين حتى الممات فما زال يلقي أولادها واحدا تلو الآخر في النار في ذلك الزيت المغلي حتى جاءوا إلى الطفل الرضيع رضيع يعني لسه أقل من سنة فهموا ليلقوه في النار في الزيت المغلي واختطفوه من يدها وطبعا قبل ما يرموه بيحاولوا يعني هيا نرمي ولا ترجعي يعني بيعملوا برضو شغلة عشان يأثروا فيها نفسيا يهزموها مش بيرموا مرة واحدة في إبا المسألة سهلة بيعذبوها نفسيا فهمت أن ترجع بعد أن فقدت أولادها كلهم في الزيت المغلي شفقة وعطفا وحنانا على ذلك الرضيع الصغير لأن برضو الرضيع يأثر في النفس فهمت أن ترجع لتتناوله بيديها ثم تكفر بالله عز وجل ولو ظاهرا ثم تعبد الفرعون فإذا بالله تبارك وتعالى يكافئها على ثباتها ثبتت على فقد أولادها واحدا واحدا وعلى مواجهة ذلك الفرعون وتعلم أنها ستقتل فأنطق الله عز وجل ذلك الطفل الرضيع عادة لا يتكلم الأطفال وهم في المهد فإذا تكلموا تلك معجزة كما حصل مع سيدنا عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهلا وأيضا كما حدث مع صاحب جريج فالذين تكلموا في المهد عيسى عليه السلام صاحب جريج شاهد يوسف ابن ماشطة بنت فرعون ابن ماشطة بنت فرعون وابن صاحبة الأخدود لأن القصة تكررت بعد ذلك في موقف آخر في قصة أخرى في زمن آخر في بلد آخر فلما أرادت أن تتراجع خوفا على رضيعها أنتقى الله ذلك الرضيع فقال يا أمة قاعي ولا تقاعسي فإنك على الحق قاعي ولا تقاعسي فإرم نفسك في الزيت المغلي فألقوا الرضيع وألقوا تلك المرأة لكنها كانت قد اشترطت على فرعون أن ينفذ لها أمرا قالت له أنا لن أرجع لكني أطلب منك شيئا قال هذا لك بموجب ما خدمتين يعني أنت عشت معنا عمر أطلبي ونحن نفذ لك وصيتك بعد ما أقتلك وقت الأولادك قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتدفن في مكان واحد قال ذلك لك علينا بما لك عندنا من الحق ماشي ناخد عظامكم ونحطها في مكان واحد فألقى بهم جميعا في النر وثبتهم دي شهيدة من شهداء الإسلام لأن الإسلام معناه عندي جميع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما بينهما من النبيين والمرسلين كلهم يسلمون لله عز وجل يعني بلقيس قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمي سيدنا إبراهيم ربنا وصف به حنيفا مسلمة وما كان من المشركين فما من نبيين إلا ودينه الإسلام لأن إحنا عندنا الإسلام ليه معنى خاص وليه معنى عام المعنى العام عند كل النبيين وهو أن نتوجه إلى الله وحده بالعبادة لا نشرك به شيئا لا يختلف نبي عن الآخر إنما الإسلام بالمعنى الخاص إن كل نبي له تشريعات فالصلاة عند كل الأنبياء جميعهم يصلون يعني الصلاة مش عندنا بس كمسلمين لا الصلاة موجودة سيدنا عيسى عليه السلام قال إيه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية سيدنا إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية لكن الصلاة في ملة إسماعيل عليه السلام والصلاة في ملة عيسى عليه السلام والصلاة في ملتنا ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تختلف لها طريقة تختلف لكل إن جعلنا منكم شرعتنا منهجة لكن التوحيد لا يختلف الإيمان بالله لا يختلف أبدا فهذه شهيدة ماشطة ماشطة بنت فرعون شهيدة من شهداء الإسلام ولذلك كانت العاقبة حميدة نشر الله ذكرها وطي بسيرتها بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عليه السلام في رحلة المعرج إذ اجتم رائحة طيبة ما اجتم مثلها قط فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة فقال أي جبريل تلك رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها شمه النبي عليه الصلاة والسلام من ألاف السنين كذلك المرأة في قصة الأخدود في قصة الأخدود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أوقفوهم أمام النار إما أن تتركوا ما أنتم عليه من الدين وإما أن نحرقكم في النار فمن خاف على نفسه تركوه وبدل دينه فجاءت امرأة ومعها الطفل الرضيع فأرادوا أن يلقوها في النار فهددوها بابنها فرقت وهمت أن ترجع وتكفر ولو ظاهرا فإذا بالله عز وجل ينطق ابنها ويقول مثل ما شطت بنت فرعون بس يديف قصة أصحاب الأخدود إذا بالله عز وجل ينطق ذلك الرضيع ويقول يا أمة قعي ولا تقاعسي ارم نفسك في النار فإنك على الحق لكنها وإن أحرقت بالنار في الدنيا فإنها ستحيا في الآخرة في جنة عرضها السماوات والأرض لذلك أردت أن أقول إن شهداء الإسلام ليسوا من بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمنه فقط بل شهداء الإسلام في كل زمن في كل وقت حتى في سورة ياسين حبيب النجار وكلنا أو معظمنا حافظ سورة ياسين حبيب النجار لما وجد النبيين والمرسلين قد ذهبوا إلى قريته ليبلغوا دعوة الله عز وجل ذهب إليهم ليؤازرهم وينصرهم ويساعد أولئك النبيين على تبلغ الدعوة فماذا فعل قومه أحاطوا به وظلوا يضربونه حتى خرجت أمعاؤه من بطنه فأدخله الله الجنة وقص القرآن قصته المشتهرة في سورة ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فشهداء الإسلام أولئك المكرمون الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم سائرين وأن يلحقنا بهم في جنة النعيم إلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام عظم شهداء الإسلام قد نالوا هذا الإكرام الله تعالى بشرهم بالجنة في خير مقام